ينزم إلينا من تونس الكاتب والباحث السياسي بلحسن اليحياء وسيد بلحسن برأيك كيف سيكون تأثير هذه الاستقالة على تحركات الحركة لتشكيل الحكومة؟ نعم مساء الخير هذه الاستقالة أو هذه الحركة من زياد العذاري كانت منتظرة منذ أن تم تسمية الحبيب الجملي كرئيس للحكومة مكلف خاصة أن الأمين العام لحركة النهضة زياد العذاري كان يمن النفس بل كان اسمه الأكثر تداولاً عن من يمكنهم ترأس الحكومة من حركة النهضة باعتباره الأمين العام للحركة وهو ما يحدث فعلاً في كل التجارب الديمقراطية فالحزب الفائز بالانتخابات يكلف أمينه العام بترأس الحكومة المقبلة ويشكل حكومته وفقاً أيضاً لبعض المحاصصة التطلب الأمر وهو ما لم يحدث في حركة النهضة تماماً السيد العذاري كان وزيراً في كل الحكومات التي منذ 2011 إلى اليوم ومر بعديد الحقائب الوزارية وكان يقدم على أنه يتمتع باستقلالية وأيضاً كان مقرباً من رئيس الحركة رشد الغنوشي الحقيقة أن استقالة زياد العذاري لديها ارتدادات كبرى بل ربما تكشف ما يدور داخل الحركة فأغلب المقربين من رئيس الحركة رشد الغنوشي ومنذ أن بدأت حملة القائمات التي ترشحت إلى الانتخابات التشريعية كان هناك تملمن وكان هناك رفض من عديد من رموز الحركة الآن تنتهي هذه أو ربما تكون سيد بل حسن البعض هناك ترح آخر يقول بأن هذه الخلافات هي خلافات طبيعية لن يكون لها أي صدى على البنيان الداخلي للحركة ما رأيك؟ إذا كانت استقالة الأمين العام وإذ كانت استقالة أحد الأكثر المقربين من رئيس الحركة وإن كانت استقالة أحد رموز حركة النهضة الأكثر تولية للمناصب في كل الحكومات المتتالية أمرا لا يعكس حالة من الارتباك الشديد بل وربما من التصادم داخل حركة النهضة فماذا ننتظر حتى يعكس هذا الاتراب داخل حركة النهضة؟ الآن زياد العذاري قال بكل وضوح أنه استقال من حركة النهضة حتى لا يحمل وزر ما تأتي به سياسة حركة النهضة المقبلة هو يرى أن الأحبيب الجملي غير كف وهو يرى أن السياسة التي تنتهجها حركة النهضة وما تنتوي حركة النهضة في الفترة المقبلة أمر يشين إن كان هذا لا يعكس حقيقة ما يحدث داخل حركة النهضة فما الذي يمكن أن يعكس؟ وزياد العذاري ليس إلا واحدا من جملة العديد من قيادات ومن رموز حركة النهضة التاريخيين والحاليين ممن عبروا عن رفضهم وعن غضبهم من سياسة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في أكثر من مرة والمسألة واضحة ولا تحتاج إلى مزيد من التفسير نتحدث عن الأمين العام ولسا نتحدث عن عضو وبالتالي ما هي فرص نجاح النهضة في تشكيل الحكومة اليوم؟ الآن النهضة يبدو أنها انتهجت سياسة الهروب إلى الأمام فتصريح المكي بأن النهضة معنية بكل وزرات السيادة وانتظار أن يقدم راشد الغنوش رئيس الحركة قائمة الوزراء إلى الحبيب الجملي وليس العكس هو الذي سوف ينبئنا بما يمكن أن تذهب إلي حركة النهضة هي أمام فرضيتين لا أكثر الفرضية الأولى وهي الأقرب أن تذهب إلى التحالف مع قلب تونس وتشكل حكومتها وفقا على هذا التحالف والفرضية الثانية أن تختار التحالف مع كتلة الطيار الديمقراطي أو الكتلة الديمقراطية التي تمثل اليوم 41 نائبا حركة الشعب والطيار الديمقراطي وغيرهم وهو الاحتمال الأبعد والاحتمال الغير ممكن نحن نشهد حكومة سياسية وتشكيلة سياسية شبيهة جدا بما كان عليه الأمر بين تحالف نداء تونس وحركة النهضة شكرا جزيلا لك الكاتب والبحث السياسي بالحسن اليحياوي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك